السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ايوا الاحباب الكرام حديثنا اليوم عن موضوع المساواة بين الرفيع والوضيع او المساواة ما بين الشريف وعامة الناس في الحديث النبوي الشريف ورد في صحيحي البخاري ومسلم ان امرأة سرقت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ففزع قومها الى اسامة فقال اسامة يا رسول الله اتشفع في حد من حدود الله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا في الناس فقال ايها الناس انما اهلك من كان قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها هذا الحديث الصحيح الذي رواه الامام البخاري ومسلم يحكي عن قضية لها ارتباط قوي بواقعنا المعاصر المعيش وهي ضرورة المساواة في تطبيق القانون ما بين الكبراء وعامة الشعب ما بين الرفيع والوضيع الامام البخاري رضي الله عنه الذي اخرج هذا الحديث ترجم له بمقولة فقال باب المساواة ما بين الشريف والوضيع ثم قال في باب اخر باب كراهية الشفاعة في الحدود اسباب برود هذا الحديث انه في عام الفتح يعني لما انتشر الاسلام وعام الفتح هو اخر عام عاشه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك انتقل الى الرفيق الاعلى فقد صار الاسلام عزيزا وصارت الشرائع واضحة بينة ونزلت كل الاحكام الشرعية من عبادات ومن وعملات ومن حدود وعقوبات وغيرها فحري بالمسلمين ان يكونوا امة صالحة مصلحة فقد وقع ان امرأة سرقت امرأة سرقت وهي شريفة وهي غنية وهي ذات منصب يقال اسمها فاطمة بنت اسد المخزومية بنت عائلة كبيرة جدا ويقال بانها كانت تستعير المتاع ولا ترده الى ان صارت تستعير الذهب والفضة ولا تردها بعض الناس لم يشتكوا وصبروا لكن البعض الاخر رفع الدعوة الى الامام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العهد كان عنده تصرفات كثيرة كان عنده تصرفات بالرسالة وبالنبوة وبالامامة وبالقضاء وبكونه قائد جيش فلم يكن انذاك هناك مؤسسات للدولة ليس هناك مثلا مؤسسة الامامة فقط ثم مؤسسة القضاء مستقلة ثم قيدة الجيش ثم النبي الكريم في هذا العهد كان يجمع كل هذه السلطات لان الدولة لم تبدأ في وضع مؤسستها الا في اهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حينما وضع الدووين فقد جاءت الشكاية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره قاضيا ولما تسلم النبي الشكاية هؤلاء المظلومين قد سرقت اموالهم ونهبت حقوقهم ومرات متعددات وانهم صبروا في الاولى والتانية والتالتة لكنهم ضجروا فرفعوا الشكاية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي نعم سيدنا النبي لطالما جاءت الشكايات وكان ينظر فيها مثلا جاءت الشكاية بان انسان كان يزني مع انسانا صحابي لكنهم في الخلاء بعيد في الخلاء في جوف الليل قالوا رأينا فلان يزني بفلانة في الخلاء في ظلام الليل فماذا كان جاوب النبي الكريم قال لو سترته بإيزارك لكان خيرا لك لو سترته بإيزارك لكان خيرا لك مدم انه لا ينشر الفاحش بين الناس بينه وبين خالقه حرية فرضية ربنا عز وجل انشأ حسبه وانشأ غفر له مرة اخرى جاء غني يقبض على فقير قال يا رسول الله لقد ضبطت هذا يتسلق حائطي ويسرق من حقلي فالنبي لما نظر الى الفقير بانه فعلا محتاج قال يا هذا ايها الغني ما اطعمته اذ كان جائعا وما علمته اذ كان جاهلا فكان حري بهذا الغني انه يعطي للفقير لو اعطاه ما سرق فاذا كانت الجريمة هي لفقير فيها نظر لكن ان تكون الجريمة لغني انسان ميسور انسان عنده مركز وعنده مكان في المجتمع وعنده المال الكافي ومع ذلك يطمع في اموال الناس ويسرق المال العام ويفعل ما يشاء فما حكمه هذا حكمه ما وقع لهذه المرأة المخزومية من قريش لما بلغت الشكاية وهي امرأة ميسورة وعندها اموال طائلة وما عندك تسرق اموال الناس قالوا سوف يطبق عليها الحد فنشفع لها من يشفع لها قالوا لا احد يستطيع ان يشفع في الحد الا المقربين الى رسول الله فكان اسامة ابن زيد اسامة ابن زيد شاب كالسيدن النبي رباه بحال ولده هو صغير وكان عزيز عليه يسمى حب رسول الله يحب حبا جما فهؤلاء الناس ذهبوا عند اسامة وقالوا يا اسامة الا تشفع لنا في حد من حدود الله عند رسول الله انه يسمع منك اذهب واستعطفه فوقف اسامة على باب النبي الكريم وقال يا رسول الله بدأ بدأ يربط على كتفه ويقبله ويتلطف يا رسول الله هل تسمع مني الا تشفع في حد من حدود الله في المرأة المخزومية فاطمة بنت اسد التي سرقت المال العام النبي الكريم غضب حتى اهتز مقدم شعره وقال لأسامة اتريدني ان اشفع في حد من حدود الله فعلم ان اسامة ان القضية جد فتعطى اسامة رأسه وقال استغفر لي يا رسول الله استغفر لي فلما كان العشي والناس اجتمعوا في المسجد قام صلى الله عليه وسلم وهطب فيهم خطمة عصماء لكي يقرر مبدأ المساواة ما بين الناس في القانون انه ليس هناك فرق بين الغني وبين الفقير ليس هناك فرق بين الرفيع وبين الوضيع ليس هناك فرق بين الشريف وبين عامة الناس فينبغي ان يكون الناس سواسية امام القانون وحضرهم فقال ايها الناس انما اهلك من كان قبلكم الامم السابقة لماذا اهلكت اهلكت لانهم كانت اذا سرق فيهم القوي تركوه اذا كان انسان عنده مركز عنده سلطة عنده مقامة قريب من السلطة العليا فانه يترك اما اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد في رواية اخرى للامام النسائي عن ابي سفيا رضي الله عنه قال انما اهلك بنوا اسرائيل ذكر بان الذين سبق لهم الهلاك هم بنوا اسرائيل كانت عندهم هذه الصفة انهم اذا سرق فيهم رجل من اهل الفضل والمقام الكبير فانهم يتغضون عنه اما اذا كان واحد من عامة الناس يقيمون عليه العقوبات فحضرهم النبي الكريم قال ان الامم السابقة امم كثيرة ربنا عز وجل اهلكهم وصلط عليهم الغلاء وصلط عليهم البلاء وصلط عليهم الجفاف بسبب انهم كان عندهم فساد القضاء كان عندهم عدم المساواة ما بين الناس في تطبيق القانون انما اهلك من كان قبلكم انهم اذا سرق فيهم القوي تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ثم اعطى مثال صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها اعطى مثلا واضحا بفلدة كبده بالسيدة فاطمة وحاش لها ان تسرق وحاش لها ان تقع في حد من حدود الله ولكن اراد النبي الكريم ان يبين القمة ان حتى ابن المسؤول الكبير لو وقع في حد من حدود الله لو وقعت عليه العقوبة هذا مبدأ مقاصدي اقره الاسلام في نفوس اتباعه وكان حريا اننا نتبعه جميعا انه لا بد من المساواة ما بين الجميع ليس هناك فرق هناك عدالة اجتماعية الامة تنهض ويعظم شأنها كلما كانت تقيم المساواة بين الناس ومن تم صار الصحابة رضي الله عنهم عندهم هذا المبدأ اصيل فنقلنا التاريخ الاسلامي صفحات مشرقة عن هذه المساواة فمثلا في عهد الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقد انتشر الاسلام وكان هناك رجل من هو الملك الغساسنة يسمى جبلة ابن الايهم كان هو ملك الغساسنة وكان له امر عظيم في الجاهلية وكان امره مطاع ملك سلطان فاسلم واسلم قومه وطبعا حينما كانوا يسلموا الناس اذا جاء وقت الحج كان الناس يحجون فحج هذا الرجل في وفد كبير من الناس بمئات وصاروا يطفون حول الكعبة المشرفة وبينما يطفون وازدحام واكتضاد اذا باعرابي من من في زارة قبيلة غير معروفة هناك القبائل متفاخمة وانك قبيلة اسد عظيمة قريش عظيمة هدير عظيمة وقبائل اخرى ما عندها قيمة كان هناك التمييز ما بين القبائل كما بعضهم يحللهم ان يقول هناك المغرب النافع والمغرب الغير النافع وغير ذلك وهذا امور اراد الاسلام ان يطمسها اراد ان يقرر بان هناك المساواة بين كل البشر وكل المناطق الذي وقع وهو ان في ضل هذا الاستحام حول الكعبة المشرفة اذا بهذا الرجل جبل ابن الايهم الذي كان سابقا ملكا عظيما عند الغساسنة كان هناك الغساسنة والمناذرة كانوا اكبر اكبر الممالك قبل الاسلام فلما وقع الازدحام اذا بهذا الرجل الاعرابي من بني في زاره يطع بقدمه على ازار هذا الرجل الذي كان سابقا ملكا جبيلا وطع عليه بقدمه فسقط له ازاره فنضر اليه قومه فغضب هذا الملك فاذا به يضرب هذا الرجل دربة في انفه سال منها الدم وركله الاعرابي رجل بسيط وقبيلته ضعيفة بني في زاره ماذا يصنع امام هذا الرجل الذي كان ملكا للغساسنة وهو عظيم قومه وقد جاء الى الحج مع وفد كبير وعنده حرس وعنده حشم وعنده خدم ماذا كان يفعل سكت وصبر لكن الخبر شاع وانتشر حتى وصل الى الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقدم له بعض الناس شكاية فجاءت الشكاية لسيدنا عمر ابن الخطاب ماذا يصنع الان هذا حرج كبير الخليفة عمر بينه خصمين اثنين الاول شريف والتاني وضيع ماذا نصنع في هذه الحالة سيدنا عمر استدعاه حتى متل عنده في مجلس القضاء وقال له يا فلان لماذا ضربت هذا الاعرابي قال والله لولا حرمة البيت ولولا كرامة المكان لقتلعت رأسه من جسده الضربة ضربت في انفه فسل من الدم لا تكفيني فقال سيدنا عمر ابن الخطاب اذا انت تعترف بانك فعلا قد ضربت قال اي نعم ولو امكنني لقتلعت رأسه من جسده فقال سيدنا عمر الجريمة ثابتة في حقك ولا بد من القصص قال يا امير المؤمنين اتسوي بيني وبين هذا الوضيع وانا الرفيع الشريف في قومي فقال سيدنا عمر ابن الخطاب اوما علمت بان الاسلام سوى بين الناس كاسنان المشت لا فرق بين عربي ولا اعجمي ولا ابيض ولا اسود ولا غني ولا فقير ولا رفيع ولا وضيع ولا شريف ولا سوقي ولا عمي الكل سواسي عند الله تعالى فقال لا اقبل لن اقبل هذا الامر فقال سيدنا عمر لك خياران اما ان ترضيه واما ان نقتص منك سيدنا عمر مع المستشارين الذين كانوا بجانبه قالوا يا امير المؤمنين هذا الرجل لعله حديث عهد بالاسلام لا يعلم احكم الدين وهذا الرجل لعله لازد فيه الانفة التي كانت في الجاهلية امهله قليلا فقال له لك ثلاث ايام اذهب ثلاث ايام ثم عد الينا اما ان تستسمح الرجل وتستلطفه فيسمحك فانتهى الامر واما ان يقتص منك بعد ثلاث ايام هذا الرجل لم يستسغ نفسه انه يطلب السماحة من هذا السوقي كان يسميه السوقي اعرابي ولن يقبل بان يقتص منه فماذا صنع خرج ليلا متسللا وهجر الى الروم والروم كانت دولة نصرانية فهنالك تنصر وترك الاسلام لكن سيدنا عمر لم ياسف عليه فقال هذا مبدأ اصيل في الدين لا بد من المساواة بين الوضيع والرفيع كثيرة هي هذه المواقف الشهمة التي سطرها التاريخ الاسلامي في عهود مشرقة بل لم تكن فقط قضايا مرتبطة بافراد نزاع افراد بل نزاع جماعات بل ودول في عهد الفتوحات الاسلامية كان مفروض ان الفتح الاسلامي لا بد ان يأتي المسلمون ويدخلون الى البلد الغير المسلم ويعقدون معهم جلسات وحوارات ويعرضون عليهم الدين ويفقهونهم في الدين فان قابلوا فداك فان لم يقبلوا فكانت الجزية لكن الذي وقع في عهد الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه انه جاءت جماعة من المسلمين فدخلوا على مدينة سمرقند وكانوا بزعامة القائد انداك قتيبة رضي الله عنه يسمى قائد الجيش الاسلامي دخلوا الى سمرقند ولم يقوموا بهذه الاجراءات في الفتوحات لابد من الدخول والسلام على القوم وان يعرضوا عليهم الدين الجديد وان يكون هناك حوار وان يكون هناك استلطاف وان يكون هناك اخذ ورد في الكلام لكن المسلمين لما وجدوا بان منطقة او دولة سمرقند انها مشركة دخلوا اليها وحكموها فجاء جماعة من ابناء هذه الدولة سمرقند جاءوا الى مقر الخلافة عند عمر بن عبد العزيز وقدموا شكاية هذا مثل القانون الدولي الذي يقع الان في الامم المتحدة دولة تغير على دولة سيدنا عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه استقبل هؤلاء الناس واستمع الى مضمون شكايتهم ثم امر بنصب محكمة عادلة ليس في ارض الخلافة بل في دولة سمرقند فعلا باعت قضاة وجلسوا وجاء القائد الجيس الاسلامي قتيبة وجاء ابناء تلك المنطقة الدولة سمرقند وتحاوروا فيما بينهم فسمع القضاء اقوال الطرفين ثم حكم بما حكم بان يخرج الجيش الاسلامي من سمرقند لا حق لهم ان يدخلوها فخرج الجيش الاسلامي ذليلا من سمرقند بفعل القضاء الاسلامي الذي يسوي بين الجميع فدهل اهل السمرقند وقالوا هذا الدين عظيم انه يحترم حقوق الانسان انه يحترم المساواة انه له بقام رفيع فاعجبوا به فقالوا يا عمر يا عبد العزيز لقد قابلنا بهذا الدين فاسلموا وحسن اسلامهم والان من يزور دولة سمرقند يجد فيها من قوة الايمان وقوة اليقين الشيء الكثير لطالما التقينا بوفود كثيرة في الحج حينما ندفوا للحج نزور الخيام والمعسكرات والمخيمات في الدول الاسلامية برمتها اذا وصلت الى مخيم سمرقند تجد فيه اناس كثيري العبادة كثيري الطاعات ومتدللين منكسرين وهم اقوية عندهم اجسام مفتولة العضلات لكنهم متدللين وكان سبب دخولهم للاسلام انهم اعجبهم انه يسوي بين الضعيف والقوي بين الرفيع والوضيع بين الجميع هكذا كان الاسلام يسوي بين الجميع لكن هناك من يعترض ويقول حديث اخر روي عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها اخرجه الامام النسائي والبي هقي ابل مدى فيه قال فيه صلى الله عليه وسلم اقيل ذوي الهيئات عثراتهم الا في الحدود اقيل ذوي الهيئات عثراتهم الا في الحدود ما معنى هذا الحديث وهل يتعارض مع الحديث الاول ذوي الهيئات يعني الناس الكبرى الناس اللي عندهم واحد القيمة ناس عندهم واحد דرجة رفعة في المجتمع إنسان مسؤول عنده مقام شريف في عائلة كبيرة فوقع في زلة هذا يسمي دوله الهيئات النبي الكريم يقول أقيلوهم عثراتهم إلا في الحدود ما معناها معناها أن الإنسان قد يكون عائلة كبيرة أو يكون له مقام رفيع في الدولة أو في المجتمع لكنه قد تزل قدمه وقد يؤثر عليه في إبليس فيقع في خطيئة أو يقع في زلة ماذا نفعل له النبي الكريم قال أقيلوهم عثراتهم يعني خليهم عليكم إلا في الحدود ما معناها الحدود هي الأمور الكبيرة إما الدماء أو الأموال أو الفروج الحدود تكون في الدماء والأموال والفروج الذي يسرق أموال الناس يسرق المال العام أو الدماء أنه يقتل بريئا بغير حق وفي الفروج أنه يغتصب أو أنه يزني على الملأ أو أوك فهذه تسمى حدود فما دون ذلك فأقيلهم عثراتهم إذا عرف الإنسان بالصلاح وكان مشهور إما له مقام سياسي أو مقام شريف عند عائلة كبيرة أو مقام اجتماعي أو مقام علمي أو مقام فني ومعروف بالصلاح ومعروف بالخيار لكنه زلت قدمه يوما ما فتم طبطه وقد فعل خطيئة ماذا نفعل به وصية النبي الكريم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثرتهم لكن إذا كان الأمر في الحدود لا الحدود تطبق على الجميع أي نعم قد يكون يقول قائل وإذا كان القضاء في بلد ما أو في زمن ما ضعيف كم من الناس يسرقون أموال الناس أو يسرقون المال العام أو يتم الاعتداء عليهم ولكن القضاء يكون أضعف من دوي الهيئات والقضاء ضعيف ولا يستطيع أن يحكم ماذا نفعل في هذا الحال الحال كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يذكر بأن محكمة الدنيا هي محكمة بسيطة ومحكمة متواضعة لكن يذكر بأن هناك محكمة أخرى في الدار الآخرة لطالما كان يحدث صحابته الكرام بأن يخشوا ربهم وأن يردوا الحقوق إلى أصحابها قد يكون الإنسان من دوي الهيئات فيشفع له أو يقال في عطراته أو عنده من يحميه أو يشفع له فيمر والقضاء يغمض عينيه وكأن شيئا لم يقع النبي الكريم يقول هناك قضاء يكون في الدار الآخرة في الدار الآخرة تنصب محاكم أول محكمة تنصب هي محكمة في الدماء كل من قتل نفسا بغير حق الله تعالى يناديه ويأتي القتيل ويقول يا ربي والقتل يمسك بقاتله يقول يا ربي إن هذا قد قتلني اسأله لما وقد صار حييني كلاهما حياني أمام الله تعالى والقتل صار قويا وهو الذي يمسك بقاتله يا رب اسأله لما قتلني أول محكمة محكمة الدماء ثاني محكمة محكمة الأموال كل من سرق مال الناس كل من نهب مال الناس كل من استعمل أساليب مغلوطة في نهب حقوق الناس فالله تعالى يخبر بأنه يوم القيامة يأتي ويحمل كل هذه الثروات وهذه الممتلكات يحمل فوق ظهره ويبحث أين أنتم يا أصحاب الأموال ولا يكاد يجدهم في ضل الإزدحام يا أصحاب الأموال خدوا أموالكم عني خدوها ولكن هيهات هيهات أن يجد أحدهم والمحكمة الثالثة هي محكمة الفروج يعني الاغتصاب أو إنسان يضحك على فتاة يوعد بالزواج ثم تحبل منه وتلد ويفر أو غير هذا فكل تسمى الفروج فيها محكمة خطيرة جدا أن الله تعالى يحضر كل من ظلم واعتدى ولم يتسمح في الدنيا فإنه يحاسب في هذا المقام فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يربي أمته على أنهم يكونون أمام القضاء يكونون فيهم مساوات وفي عدالة اجتماعية وكان يطلب للقضاء أن يكون مستقل وأن يكون قوي لكن إذا أصاب القضاء فساد أو ضعف أو هنات فإن الإنسان لا بد أن تذكر بأن هناك محكمة عليا عند مالك الملك سبحانه وتعالى ومرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سوف يسأل أهل الحبشة الصحابة الذين هاجروا أول مرة للحبشة أول هجرة قبل المدينة المنورة كتن الحبشة فلما عاد أهل الحبشة وقد استقروا فيها سنوات قال لهم حدثوني ماذا رأيتم من عجائب في بلد الحبشة فقال أحد الصحابة يا رسول الله رأينا امرأة عجوز تحمل فوق رأسها جرة من الماء وقد تعبت لكي تسقي فإذا بشاب يأتي ويضع شيئا عند قدميها وتعتر وتتكسر الجرة بالماء والمرأة تتتخ بالوحل فلما قامت قالت له وهرب الشاب هرب وصر الأصحاب يضحكون ويسخرون فالمرأة قالت لهم غدا يوم القيامة حينما يظهر الكرسي ويظهر الكتاب وحينما يسد الله الأصوات والأيدي وتنطق الجوارح سوف أحاسبكم عند الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه المرأة حكيمة من أرض الحبشة إنها تعلم بأن يوم القيامة هناك حساب وهناك سراط وهناك قصاص لكل من يعتدى وتجبر فالمقصود أيها الأحب الكرام من حديث هذا اليوم وهو المساواة ما بين الشريف والوضيع في تطبيق القانون وخصوصا في تطبيق الحدود وكان الإمام شيخ الإسلامي أحمد بن تيمية كان يقول إن الله تعالى لا يرفع الدولة الكافرة إذا كانت تحترم قانون وحقوق الإنسان يرفعها مقاما عالية ويرزقها من حيث لا تحتسب وإن الله تعالى لا يضع الدولة المؤمنة إذا كانت تخترق حقوق الناس وتظلمهم فهذا ميزان وضعه الله سبحانه وتعالى لقيام الأمم ولنصرتها ولقوتها دولة كافرة لا تؤمن بالله لكن عندها قيم أخلاقية وتحترم حقوق الإنسان وتمنع الظلم وتجعل القانون فوق كل شيء هذه دولة ربنا يعزها فيعطيها الخير في الدنيا ويعطيها رزقا وفيرا والعكس قد تكون الدولة مسلمة ترفع رواء الإسلام وفي حجاب في قرآن لكن هناك تمييز وهناك ظلم وهناك اعتداء قال بأن الله ليسطل منها خيراتها ويمنع عنها أقوتها بسبب ظلمها للناس ما هو المخرج المخرج هو أن الإنسان أنه يستحضر بأن هناك إله هناك مراقبة وأنه يسرع لإعطاء الحقوق لأصحابها كل واحد منا ظلم أخر وكل واحد منا سرق مال الآخرين عليه أن يسرع من تلقاء نفسه يبادر لإعادة الحقوق إلى أصحابها ويتخلص منها الآن كان سيدنا عمر بن الخطب يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحسبوا فكل واحد منا ينبغي عليه أن يسرع بأن يرد الحقوق إلى أصحابها فإن تعذر عليه هذا الأمر فليكثر من الاستغفار وليكتر من الندم بين يدي الله تعالى فإن الله تعالى كل من استغفره وأناب كفيل بأن يغفر له وأن يؤدي عنه إذا استعصى عليه الأمر فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا اللهم إننا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إننا نادمين على كل فعل أو قول أو تسرف قمنا به وهو لا يرضيك نستغفرك يا مولانا ونتوب إليك اللهم رد بنا جميعا ردا جميلا اللهم أمين يا رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا